سير 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 مغاربة سبوعة ورشانة نحن من مصر نردولكم التحية ونحن من سوريا نردلكم التحية الله ينصر سيريا ديما مغرب ديما مغرب نعم هذه البداية نازل بزان مبروك علينا هذه البداية نازل بلايا ما هو رأي الجمهور المغربي بأداء المنتخب المغربي؟ رح ننزل على الشارع اليوم ونسأل الجماهير العربية إيش كانوا منتظرين من المنتخب المغربي وإيش هي أهم الأسباب يلي خلت المنتخب المغربي يخسر أمام فرنسا خلين ننزل على الشارع ونرجع مع بعضنا جمهور المغرب الحبيب ألف مبروك هذا الانتصار العظيم المغرب اليوم في نصف نهاية كاس العالم انتصار سيسطر سنين وسنين لأدامنا الله يبرف الحبيبي الحمد لله هذه يعني حقناع يعني شيء اللي كنا نحلم به من زمان يعني هل كنتوا متوقعين؟ والله العظيم ما كنا متوقعين أنا تقريبا يعني صار لي عشرين ساعة في سنة في الدوحة وكنت يعني شاهد على مرح تنظيم كاس العالم دولة قطر وكان عندي حلم أننا المنتخبي إن شاء الله يكون في المونديل أهم الأسباب لخسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا الشباب كانوا يعني خلاص يعني تعبوا كلهم وكان أعطاب وكان كده وكان في شوي أخطاء تعبوا صراح في بعض الجماهير قالوا أن المنتخب المغربي كان خائف أمام فرنسا هل هذه المعلومة صحيحة؟ أنا ما أعتقد كان في بعض من التوتر بعض من الخوف لا ما أعتقد الشباب ما شاء الله ما خافوا لم إسبانيا ولا من البرتغال ولا من الكرواتيا ولا من البلجيكا كيف يخاف من فرنسا؟ أعتقد أن منتخب بلجيكا أقوى من فرنسا المنتخب البلجيكا؟ إسبانيا أقوى من فرنسا ومنتخب إسبانيا أقوى من فرنسا بس المشكلة اللي صار الأعطاب الشباب كلهم كانوا معطوبين تقريباً يعني وكانوا يلقوا بالقلب يعني أهم أسباب خروج المنطقب المغربي أمام فرنسا في الحقيقة الأسباب الأولى هو الإصابات الإصابات وقوة نماطيشات المرايبة مبارا 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 والإصابات بالخالج التلشمة الإفريحة كان نشكركم وكان نشكره السمو الأمير تميمة لما قدما للمشجعين هل الشعب المغربي اليوم راضي عن المنطقب المغربي؟ لطبيعة الحالة والمغربي راضي عن الحفل هذا الهرس أمل إن شاء الله في كأس أفريقيا اللي جاي يعني يخذوا كأس أفريقيا إن شاء الله هذه أمنيةنا إن شاء الله الله يا رب يا رب أقول لي عليهم مشاجعين مغاربة إيش كانت أجمل عبارة تشجيع مغربية؟ أجمل عبارة هيك في المغاربة سير 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 إلى المجد سير إلى الانتصار سير 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 ديلا هاد سير أتت من والد القراغي اللي يطولي فعمروه وكان شكروه فاش كنا آه هو اللي خرجه مع الويدات البيضاوي فاش كنا عندنا الفاريخ ما عنداش لحق الانتدابات وعنداش باش نزيده باش ندلوا الانتدابات وعندها العصبة وعندها البطولة فطال عبارة سير أنا نردت اللاعبينتين اللي كانوا في الفاريخ وكيش جوا وكيقولوا يلا السير فاش بنا نقربه فاش كنا نزيده وبر يلا السير شكرا كثير للمغرب وللشعب المغربي والمنتخب المغربي إنهم رفعوا راس العرب كلهم وعطونا انتصار إن شاء الله رح نتكلم عليه سنوات لأبيه تحية لكل الجماهير العربية لسندة المتحدة تحية لأهل مصر وتحية لأهل فلسطين وسوريا ودمشق من أحلى دمشق إن شاء الله نزявوا باش نح Love نحن من مصر بنردلكم التاحية لأن أنتوا البطولة دي فعلا هي بطولة كل العرب ونحن من سوريا بنردلكم التاحية هاي بطولة عربية اليكوا الي يتكلم أنه إنت علمى مشوار ما إنت علمى مشوار عندنا مباراة ان شاء الله illumin 더� nit كرواتيا ويجي مباراة مهمة جدا بالنسبة المغرب علشان احنا حنت خاتل ثالث على العالم اه شوف 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 انت افكر فيها قليلا انه مغرب بلد عربي حيكون من جمت احسن ثلاث فرق في العالم مع فرنسا والارجوس احساس احساس لا يمكن وصفه علشان الحمد يمكن للوصفه اليك مشجع عربي ما بالك انت مشجع عربي ومغربي علشان احنا والله العظيم مع مدرب الراجع علمنا ان نحلم اذا ما حلمت ما فيش والله العظيم اليوم الانتصار الاجمل انه المنتخب المغربي زرع في روح الشباب العربي كلهم انه نحن نستطيع نحن 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 نرى الأمة العربية والأمة الإسلامية تفق إلى مجموعين، إلى الأمة والمتخب المغربية هذا أدفنتج للأمة العربية لأننا الحمد لله ورنا لجميع الشعوب الغربية أنه الحمد لله في العرب نعرف قرط القدم ونعرف جميع الشعوب نتقدم على الانتصار ولماذا لا؟ إن شاء الله نحن نكون في المغرب التابعة المغرب اليوم حولت من أنه النافس على المجموعات والنافس فقط ليضر اسمنا إلى نهاية كاس العالم أدرك كلمة أخيرة تحية كبيرة لقطر ودولة قطر وأميل قطر إنها فعلاً جمعت العرب على قلب رجل واحد ما ننساش قطر وجهدها المبزولة على مر عشر سنوات كاملة أو أكثر في تنظيم والاستعداد لهذه البطولة قطر المبزولة على جميع الشعوب مغربة أسبوع الرجالة قالتو مجموس غير جيروا النية إنصارنا العلي تعالى قالتو مجموس قالتو مجموس قالتو مجموس قالتو مجموس ببعضل اوه اوه ما عرفوناش احنا خطر اوه اوه هلا 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 مغارب اسبوع ورجالة غير جير النيان صارنا العلي تعالى اتبع للمنتقب المغربي الخروج المشرف رفعتوا راس العرب كلهم انجاز تاريخي راح يبقى لسنوات لقدامه ان شاء الله سؤال توقعاتكم للنهائي انا اتمنى مبابي لماذا؟ انا نقولك لماذا؟ انه مبابي الباريحة قام بسورة جميلة ارتد قميس حاكيمي صديقه أشرف حاكيمي واحتفل مع جماهيره الفرنسي من حقه على التأهل إلى النهائي وفرح بقميس أشرف حاكيم الجميل برهن أن النباب عنده أخلاق عالية وتحية لي منه هنا منه الجميل أنه رغم أنه المنطقب المغربي يخرج من قبل المنطقب الفرنسي إلا أنه ما في حقك إلا أنتم مع المنطقب الفرنسي أسمع أسمع هذه كرة القدم نحن ظلمنا حاكم الأرجنتيني أرجنتيني المكسيكي الذي قاد المباراة هذه كرة القدم فيها ضن فيها ربح فيها كس أنا من الرأيي أن يأخذها مبابي لأن لم إذا جاء وطرحوا علينا الصحافة السؤال نقول لهم نحن خرجنا مع وصيف البطر إذا توجه فرنسا إذا ما توجهت فرنسا إذا ما توجهت فرنسا يقول لك أنت خسرت مع موصيف بطر لم يفوز في كعسل الآن ما هو أهم سبب بسبب خسرة المغرب؟ ما هو خسرة المغرب؟ ما هو سبب منتخب الفرنسي بتاعي بلعب تصفيات كعس العلم دولة الأمم الأوروبية تصفيات أمم الأوروبا المنتخب الفرنسي في حركة دائمة زي المنشفت ما هو سبب خروج المنتخب المغربي من نصف النهائي أمام منتخب فرنسا؟ أول حاجة هو التحكيم هذا الإنجاز يعني تصفرت إنجاز تاريخي تاريخي وحدت الدول العربية والإسلامية فيلك رأي شخصي رأيك شخصي أنا رأي شخصي طماعت وكنت بدي أصلني النهائي يمكن تكون أخطاء تحكيمية ولكن لازم نشوف أن المنتخب الوطني المغربي كانوا في إصابات كانوا لاعبين بيلعبونه وهم مصري في إرهاق في عوامل كتير والتحكيم بيلعب دور ولكن الحمد لله عدنا مباراة ترتيب إن شاء الله نحاول نركز فيها ونحكي لكل شيء اللعابة والسطاف المدرية بالجامعة شكراً كتير على اللي قدموه كيف كان المركز الثالث والمركز الرابع إحنا هاي إنجاز مو مستوعبينه رح نستوعبه من بعد مو بس المغرب الشعب العربي كله مو مستوعب هذا يستوعب بعد المونديال لأنه مستحيل تستوعب أن المغرب الآن بيلعب مباراة ترتيب لما تريح وتأخذ شاي وتقول المغرب شهر اللي فات كان بيلعب نسب نائكاس العالم لح تحكي المغرب تصار له قوة في إفريقيا على العالم وعلى أوروبا طالما حضرتك الوجه الأشهر في التشجيع المغربي بدنا أشهر عبارة تشجيع قلتوها مبروك علينا هادي البداية ماذا المزاج مبروك علينا هادي البداية أنا مشجح مغرب دي ما مغرب وشوتين مغرب إن شاء الله في المونديال القادم المغرب بطل هلا لا ولكن يبدو شنا والكلم صح إنجاز عربي تاريخي عظيم جدا رح يسطر في تاريخنا برأيكم Wallace ما هو السبب بسبب حرج المغرب أمان فرنسا؟ صحكي كان ظلم للمغرب طربتين جزاء واحدة البوفال واحدة الأملح برأيك هل هو شي مقصود؟ الله أعلم كما ترى المغرب تلعب قدام بطلة العالم نحن فخورين جداً فخورين جداً لا تشيلوا تصبيل المغرب انت شبنا انه السيطرة في المباراة كلها للمغرب بحمد الله نحن خرجنا برأس مرفوعين ولو خرجنا خرجنا برأس مرفوعين نستهلوا الفينال ولكن لا تسهلوا يعني برأيكم أهم سبب هو التحكيم التحكيم كان صح المغرب كان كانوا عدنا ثلاث إصابات وقسمنا تغييرين في الشعور الأول سيس ونيف أكرد مكانوش هما مزراوي وما هيك اليوم الشعب المغربي راضي عن المنتخب؟ راضي كتيراً قل لي أهوه قل لي للشعب العربي؟ سير 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 مغرب الشعب المغربي كان متوقع ان المنتخب المغربي يوصل لنصف نهاية كأس العالم لا أحد كان متوقع نحن كنا متوقعين نخرج من المجموعة الأولى لحقاشا كينا نتفرش ثلاث مباريات خرجتوا بلجيكا، إسبانيا، برتغال هذا فوت هذا إنجز كبير للمغاربة إنجز كبير جداً للمغاربة المغرب أبطال، الرجال والمغرب إن شاء الله هالمركز الثالث وما أبغريب على مغرب من أين حضرتك؟ من سعودية، سعودية، سوريا، فلسطين كل العرب، كلهم ما أبغريب على مغرب واليوم على فكرة الشعب السعودي ما شاء الله وأتشاله بطاقة هيا وصار السعودي يستطيع أنه يدخل لقطر الشعب السعودي كله يجي يساند المنتخب المحر أنا جاعتهم من أول مباراة من أول مباراة، رعبهم أكرات العرب كلهم دولة واحدة نشكر العرب الكاملين الذين وقفوا معنا نشكر هذا المنتخب اللي أحيا فينا روح الأمل من أول وجديد أولاً الله ينصر سوريا سوريا اللهم أمين البلد ماشاء الله والناس طيبين الحمد لله بأن الفرنسا عند اللعب مخشوش فرنسا غشاشة فيها الغش بالحكم وأنه كان حكم تمام مضبوط يعملوا الفلطات كثير يعملوا الفلطاتك هل تشجع منتخب المغرب؟ هل الأمين تشجع بني؟ أرجنتين أو البرازيل؟ أرجنتين، ليس مرازيل فرنسا أرجنتين ستفوز أو فرنسا؟ أرجنتين مين ستفوز بالأرجنتين؟ ميسي والباريس ميسي والباريس إن شاء الله برافو عليك لعله وعسى إن شاء الله من جزائر إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي والشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب واحد شعب تونسي والشعب المصري كل شعب واحد المغرب العربي كل ما والحمد الله اليوم المنتخب المغربي عمل إنجاز تاريخي وسطر في تاريخ العرب اليوم كشعب جزائري هل كنتوا متوقعين أنه المنتخب المغربي يوصل لنصف نهائي كأس العالم؟ صراحة يعني ما كنا متوقعين يصل للنصف النهائي بس عنده فرقة مليحة متوقعين وإحنا يمشي الأدوار متقدمة ليش خسرت قدام فرنسا؟ برأي كانوا خايفين يعني خايفين؟ خايفين شوي خايفين شوي من لاعبة المنتخب الفرنسي بطل العالم بطل العالم وعنده لعبة معروفين ليستار ولاعبين ممتازين متخد فرنسي صراحة وكل شبان صراحة من المتخب المغربي يعني عنده فرقة محدودة من 11 اللاعب لعبة نفس المباريات من المبارات الأولى للثانية للثالثة الرابعة بنفس الرتم لعبة 100 بالمئة بالمئة يعني بالقوة التاحة كاملة كل ماتش تمد 100 بالمئة لحقة المبارات في فرنسا يعني فرنسا منتهب قوي جدا يعني وحامل اللقب الطبعة اللي باتت يعني شغول ما قدروا لاحقة تقيقة 60 منتخب المغربي بشل معاتش يقدر يمد أكثر وأكثر ترى ما كان فيه خوف أمام إسبانيا وأمام البرتغال بما أنه إسبانيا والبرتغال أيضا منتخبات كبيرة لعبوا بعزين ما بقلب والحرارة أو لعبوا بكل شيء شوق أثناني أخويا حاربوا والله ما حبتش تدخل من اللي بدأت البطولة هم يلعبوا بنفس اللاعبين حداش اللاعب بنفس اللاعبين إن شاء الله في المونديال القادم منشوف الجزائر ومنشوف محرز ومنشوف عصام الشوالب يقول حطها في القول يا رياض برأيك ما هو سبب خروج المنتخب المغربي أمام فرنسا ليش خسرت المغرب أمام فرنسا كان فيه توطر أكثر من اللزوم كان فيه توطر وكان فيه إصابات كثيرة الصراحة هل من معقول أنهم بيقابلوا بطل العالم 2018 فرنسا؟ نعم وبس برضو كان فيه توطر أكثر وكان فيه لعيبة كثير مصابين يعني في المغرب وكان فيه توطر كبير يعني إنجاز مشاري في كل عرب ما فيه دولة عربية وصلت لهذا الإنجاز يعني الحمد لله هل كنت متوقع؟ لا مكنتش متوقع بس كنت كان عندي إحساس أن احتمال أن المغرب تخسر أمام فرنسا لأن فرنسا قوية جدا بس برضو كان عندنا أمل وكنا بندعي كلنا أن المغرب تفوز على كل الدول بس نصيب يعني الحمد لله يلا إن شاء الله هيك في المونديالات شكراً شكراً هل في 2024 إن شاء الله إن شاء الله هل في الفين وثنين وعشرين في العربعة أسنين ايه ديما مغرب ديما مغرب نعم هل في أن تمخ؟ ٢٠٢٨ ٢٠٢٦ ٢٠٢٦ أنا وانت مخرطين أكتب عن ٢٠٢٦ شكراً كتيراً إن شاء الله الجزائر ومصر والمغرب إن شاء الله انتصار سعر كتر يعني شرفت كل العرب بصراحة والله تستهل كل خير آه يعني أفضل منديال في تاريخ كورة القدم منديال كتر الصراحة يعني أفضل منديال في تاريخ كورة القدم رغم أنف الحقيدي كنتم متواقعين أن المغرب يوصل لهذه المرحلة؟ أولاً أخبره شيء لا نكننا متواقعين ولا كنا متواقعين دومي فينال إن شاء الله هذا الشيء كنا نقوله في نفوزنا والتعاوات جينا والتعاوات المغاربة لو آخر يوم في عمرك تتمنى إيه؟ لو آخر يوم في عمري؟ إنه يفوز المغرب بالنهائي ليش خسرت المغرب أمام فرنسا؟ إيش كان الحساب؟ اللي شناه هو أنه الحمد لله جينا والمنتخب جينا أحسن جينا وكانت أكسف المدرجة في المستوى ولكن تلحكا ما كانش في المستوى إن شاء الله بالقادم أحسن بإذنك وهكا عزائي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم لا تنسوا أنكم تنتظرونا بكرة بنفس الساعة على جميع منصات تلفزيون سوريا في سؤال الشارع في المونديال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة